عجب لما اطلع الفاصل الناس اللي بتزعل بقى من فكرة هو ازاي الكاف يفكر في حاجة زي كده بصوا يا جماعة يعني يا اما نتعامل بمشاركة الاهلي كبطل مصر وممثل مصر في بطولة دولية يا اما خلاص كل واحد بقى يقدر يعبر عن انتماؤه بشكل واضح حتى لو بيتكلم في مكان مش محايد يعني هو لو بيتكلم في مكان محايد يقول انا بقى انا مش محايد في المكان ده انك تطلع تتكلم وتقول ازاي الاتحاد الافريقي ياخد قرارات اي وافق على تغيير موعد بطولة قرية عشان خطر اندية ده كلام واحد غير مدرك لاهمية الاعلام وغير مدرك لاهمية الكلمة اللي بيقولها وغير مدرك لاهمية المكان اللي هو فيه وغير مدرك لاهمية تمثيل نادي مصري في بطولة دولية وغير مدرك لقوة ومكانة اسم مصر ومكانة الاهلي على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الإفريقي وعلى الصعيد الإقليمي مش هوله أخطر من كده لكن الناس لازم تفهم وتبقى وعي قوي لكل كلمة بتقولها ولو النادي الأهل يقدر يغير دي حاجة تسعدنا تسعد كل واحد بينتمل الكرة المصرية وللإعلام الرياضي المصري زي ما تشيلس الإنجليزي قدر يجبر الفيفا على أن كاس العام الأنداء يكون ختمها 12 فبراير عشان عنده دوري أبطال أوروبا مرحلة دور 16 يوم 16 فبراير اللي يطلع يتكلم وهو فاهم وواعي بيقول إيه وعنده معلومة يما ما يتكلمش لأن الأمر ده ما فوجوش بقى انتماءات أنت هنا بتتكلم على فريق مصري بيمثل مصر بلاش الركوب التريند السلبي بالشكل ده لأن خلاص لو بتتكلم في مكان في قوي مقبولة نوعا ما لكن في مكان محايد لازم تلتزم بمعايير الكلمة وأمانة المهنة وانت بتتكلم على مشاركة فريق مصري فبطولة قرية ودولية كبيرة جدا أخوة